سموناك ازاك يا شباب احنا في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نحدد الوجوه حلو الشغل دي صح تمام فاحنا ان شاء الله هنعرف النهاردة في الفيديو ده ازاي نقدر نحدد الاجزاء الموجودة جوه الوجه شبه مثلا العيون والانف والفم طبعا تلو جب السلطة لهم منهم قادم بتحركوا معي يعني اروح يمين شمال في اي حتة فكل برضك اغا بتحرك معي و تمام فعزين بقى انا عرف نعمل كله ازاي ف يلا بنا تمام يا شباب اول حاجه هنعمل امبورت المكتبه اللي هنستخدمها تمام وبعده كده الجزء بتاع الهاركاس كده هو اللي احنا اتكلمنا بالتفصيل الممل عن الحاجه ده كلها في الفيديو اللي فات فإذانك لو مش فهم اي حاجه ترجع الفيديو اللي فات تمام دي نفس السطور دي نفس البتال اللي هنستخدمه تمام واستخدمنا وشرحنا في الفيديو اللي فات نجد بقى اللي هو مين هنستخدم الهاركس كيت بتاع الاي عشان نقدر نحدد الجزء العين اللي موجود عندنا في الصور تمام وبعد كده عندنا طبعا عايزين بقى نحدد مين عايزين نحدد النوز او الانف وعايزين نحدد الفم ملفات الهاركس كيت ديت مش موجودة هنا للفم ولا الانف فهحتاج نحن نحميلهم تمام اللينك دي لو انت انتكيت عليه control وانتكيت عليه هنا هيوديك على اللينك اللي هو ادهو تمام اللي هو الصفحة دي بالصفحة دي هتلاقي فيها الماوس اللي هو الفم وهتلاقي فيها الانف وهتلاقي فيها حاجات تانية مش ممكن ما يكونش موجودة معنا في لما احنا جينا سطبنا open cv تمام طيب هنرجع فهو اول حاجة الفم اهو تمام ود الانف طبعا لما تيجي تحملهم ازاي هتحملهم ازاي عشان دي يعني صراحة تعبتني جدا ويعني ودتنا غلطة يعني اخطاء كتر جدا والواحد مش فاهم يعني هو قصد قبل الخطأ دي بركز معي في الحيطة ديت عشان ديت ممكن تتعبك جامل تمام الفكرة انت هتتاكي على اللينك اللي هنا تمام هيزهرلك بالشكل دي فتتاكي على كلمة رو ده اهي تمام نفس الكلام هنا تمام هتتاكي على كلمة download لو ما فيش download تتاكي على كلمة رو تمام وبعدك هتتاكي هنا control s وتعمل save تمام ونفس الكلام هنا control s وتعمل save بس كده تمام طبعا الملفات ديت ان شاء الله هتبقى موجودة معك وتحت برضك احطها مع الربوزتوري يعني هتبقى موجودة هنا هي هتبقى هنا موجودة تمام وهتبقى موجودة هنا هي تمام انت مش محتاج انت تنزل اي حاجة تبقى موجودة على ايه على بتاع الموقع بتاعنا الgethub ما تخافش يعني تمام بقول بقى لو انت حابب انت هتحمل اي حاجة جديدة او كده يعني من الريبو ده يبقى تستخدم اضطرية اللي انا بقول لك على ديت عشان ما تتعبش نفسك وما تجيبش اي غلطات لنفسك وتتعبك وتزهائك في الموضوع تمام طيب pleasing طبعا هدا بقى كده معنا Xml بتاع اللي الانف وبتاع الفم تمام 없 وبعد كده معنا الخان والكيتز دولة الصورتين اللي احنا اشتغلنا عليهم في الفيديو اللي فات تمام وبعد كده هنعمل يعنى لا عرف homoarو Cast Soul ROILY T negotiate كل من XML الFD اللي هو Redbacks forecast the face والفاس بتاع The eyes Betquer啊 كل دولة مين اللي هنستخدمها عشان نقدر نحدد الاجزاء بتاعت الوجه اللي عندنا. تمام? طبعا دروه برضك نفس الكلام من بتاعة المرة اللي فاته. بس انا عديلت عليها شوي. هندي لها بس الامج وهندي لها الريكتانجلز اللي احنا عايزين نرسمه والكالور. تمام? وهي هترسمهم لنا. تمام? طيب. بعد كده عندك بقى الميك بارتس. دي بقى هو الجزء اللي بيحصل فيه السحر. هو دي بقى الجزء اللي احنا هنشتغل عليه. تمام? فاحنا هناخد الصور اللي هنحولها طبعا لجري سكيل. تمام? وبعد كده هنستطبق من هنعمل هنبدأ اول حاجة نتعرف على الوش اللي عندنا او نحدد الجزء اللي عندنا. تمام? بتاع الوجه. فاول حاجة هنقوله وندله الاجزاء دي. طبعا كل حاجة من ديها شرحناه في الفيديو اللي فات. معلش انا باكد يعني اكتر من مرة عشان لو حد مسلا ما تفرجش على الفيديو اللي فات. ارجع عشان مهم جدا عشان يعني اختصر كتير في الفيديو دي. بسبب ان انا شرحت وطولت كتير في الفيديو اللي فات. تمام? طيب وبعد كده هنعمل لها درو هندي لها الامج والريكتانجلز وطبعا ايه? هخليها طبعا اللون اللي هو الديفولت الكالر هنا هيبقى باللون لاغدر تمام? وبعد كده حاجة اسمها الار او اي. حاجة مهمة جدا بقى. الفكرة كلها والمعبولة عليها الفيديو ده اساسا ان انا عايز اوصل لك المجزء دي بالذات. الفكرة ان احنا اول لما باجي مسلا اعيز احدد الانف مسلا او الفم او العينين. فانا مش محتاج ان انا ابحث في الصورة كلها. لا انا انا ابحث بس في الجزء بتاع الوجه. تمام? فبالتالي لما اجيب ابحث عن جزء بتاع الوجه بس كده انا حدد يعني يعني الاصد هوافر وقته يعني مجهود كتير جدا على الكمبيوتر لما ييجي ابحث يعني. تمام? طبعا انت لو جيب بسطة مثلا حجم العين حجم العين الواحدة مقارنة بحجم الوجه هتلاقيها صغيرة جدا تمام وبالتالي الوقت اللي هيخده الكمبيوتر عشان يحدد حجم العين في الصورة الكبيرة ديت هيتبقى كبيرة جدا فانما بقى لما تيجي مسلا تاخد الوقت اللي هيخده عشان مقارنة ان هو يلاقي الوجه اللي عندنا هيخد وقت قليل وبالتالي لما لاقي الوجه بقى هقدر ان انا ايه ابحث يعني ايه في مساحة صغيرة تمام وبالتالي هيخد وقت قليل جدا ان هو يلاقي مين يلاقي العينين ويلاقي الفم ويلاقي الانف والكلام ده كل. فعشان كده لما تيجي تبحث مسلا على الانف او عين او اي حاجة اول حاجة خالص هاتي الوجه. يعني حدد الوجه في الصورة. وبعد كي ابحث جوه منطقة الوجه دية. تمام? بس كده. فالر او اي ديت عبارة عن ايه? الار او اي عبارة عن الامج. هنحدد منها مين? هنحدد منها المستطيل بتاع الوجه. تمام? طبعا اكس و واي و دابل و هايت واتس و هايت وبعد كال فيس ريكتانجلز تمام? في كل ريكتانجل او مسلا بحيس طبلية اكتر من ريكتانجل و مثلاißt وصلت beneficial. شبه صورة الاطفال لي احنا اتكلمني عنها في الفيديو فيها اربع اطفال تمام? وبالتالي الميسوت اللي عندنا ديت هترجعل لنا اربع مستطيله. فأنا كل مستطيل من دولت. تمام؟ هحدد الجزء يعني ايه؟ هقطع من الصورة الجزء اللي انا عايزه. هقطع من الصورة كل مستطيل بتاع طفل. كل متطيل التابع لكل طفل تمام? وبالتالي القرآن ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجزاء من الصورة اللي هو الجزء اللي بتاع الوجه الطفل الاولان والجزء بتاع وجه الطفل التاني وهكذا يعني تمام؟ وبعد كيه بقى فور ار او اي وبعد كيه هاجي بقى على كل جزء من الصورة ديت تمام؟ فهو ما انا جاي ما هحوله جري سكيل طبعا هو الصورة هنا امج ديت ما تعملت لهاش جري سكيل تمام ديت الامج بالالوان فعملها جري سكيل وعمل لها جاو سامبليرنج عشان يعني ايه يعني اسرع العملية اكتر ويكون التفاصيل واضحة للخوارزمية اكتر تمام؟ ونفس الكلام بالزبط بتاع ايه؟ مش هنا هتغير فيها اي حاجة هتقوله ايه ديت اكتر ملت سكيل نفس المسك بالزبط تمام؟ وهتدي لها الار او اي جري تمام؟ طبعا الجري ديت عملت لها اول حاجة جري وبعد كيه جاو سامبليرنج تمام؟ والسكيل فاكتور هيخليها هنا واحد وخمستاشر نفس الاسكيل فاكتور والمين نيبارز هيخليها عشرة الحتة بقى الجزء اللي هنا المين سايز والماكسيمام سايز المين سايز معناه ان انا اصغر حجم عين ممكن تلاقيه عبارة عن عشرين في عشرين واكبر حجم للعين ممكن تلاقيه عبارة عن سبعين في سبعين تمام؟ دي طبعا هنستخدمه الجزء ده هستخدمه عشان ايه؟ لو لقى مستطلات او شجك ان فيه حتة مثلا ممكن تبقى عين فانا يعني ايه؟ اقول له لا لو مثلا لقى مستطل عبارة عن مية في مية وبيقولك ده دي عين لا انا هقول له هرفضه عشان هو طبعا اقل قلنا اكبر حاجة تلاقيها سبعين في سبعين تمام؟ فعشان ما يصلعناش حاجة غلطة يعني تمام؟ طب ارسمها ازاي؟ طبعا اتها تلاقيك دلوقتي بتفكر طبعا انا دلوقتي معي جزء من الصورة وانا عايز ارسمه وطبعا طبعا لما باج ارسم انا محتاج احداسياته بالنسبة للصورة ديت فانا هارسمها ازاي? انا واخد جزء من الصوري وانا هي اان transformed على جزء من الصورة. انا عايز ارسم على الصورة كله. تمام? فهتعمل ايه? انا هدله الار او اي. الار او اي اللي هو الار او اي اساسا ده عبارة عن اختصار ليه? ريجون اف انترست. اللي هو منطقة الاهتمام او منطقة البحث او منطقة التركيز. تمام? فبعدكها هدله الار او اي ديت. وبعدكها اقول له الاجزاء بتاعت العين. وبعدكها رسمها بالنون الاحمر. تمام? طبعا الار او اي ديت اللي هو جزء من الصورة. تمام? اللي هو الجزء من الصورة اللي هو الجزء بتاع الوجه تمام فدي حتة كويسة جدا ان انت مش محتاج بقى ان انت تقعد تعمل حسابات وتقول طب انا دلوقتي مثلا لقيته في الجزء دي مثلا اا يعني هقول لك على حاجة تمام فمسلا لما يجي تعرف على المسلا النقطة اللي فوق عالشمال ماشي الاول عين مثلا طلعت مثلا احداثياتها كم وكم تلاتين ومسلا اربعين تمام طب دي بالنسبة لمين دي بالنسبة للر او اي دي بالنسبة للر او اي يعني احداثياته تلاتين و惱عين بالنسبة للر او اي طب انا مش عايز كده انا عايز احداثياتها للصورة كلها تمام فهتضطر بقى ان انت تجيب مين تجيب تشوف احداثيات المستطيق الوجه الاول احداثيات المستطيل بتاع الوجه كان قد ايه تمام وبعدكها تضف عليها احداثيات العين وبعدكها تستخدمها عشان ترسمها على الصورة كلها فوجع قلب جمد تمام كم سيدست evaluي هنا البتاع ديت عشان اعرفك يعني ايه الطريقة اللي انت تقدر تجيب بها احداثيات الجزء بتاع العين بالنسبة للصورة كلها. انما طبعا احداثيات اللي موجودة هنا في الايريكتس بالنسبة الار او اي وبالتالي مش هيحصل لنا اي مشكلة طالما انت استخدمت طالما انت بترسم على الجزء بتاع الوجه بس. تمام? فدي يعني ايه حاجة مهمة جدا. حاجة برضا كنت تعملها ما بينك وما بين نفسك ويعني ايه وانت قعب يتفرج على الفيديو ولا حاجة حاول تغير الكود ده. تمام? وتحط image. تحط الimage بتاعتنا الimage ديت. وشوفي المسطلات هتبقى فيه. تمام? طيب وبعدك نفسك الكلام بقى بالنسبة للانف. نفسك الكلام بالزبط يعني. وبردك عملنا بس من size. طبعا الانف هتوضع فهو بيحدد على الجزء بتاع الفتحات بتاعت الانف بس. تمام ببيحددهاش من اول مسلا ما بين العينين لحد الاخر. لا هو بيحدد بس على جزء بتاع الفتحتين بس. فتحتين الانف بس. تمام? فبالتالي يبقى مسحتها صغير. تمام? فخليت انا عشرة فعشرة. اقل مساحة ممكن يوصلها عشرة فعشرة. تمام? وهيرسمها طبعا باللون لا زرق. تمام? ونفس الكلام بقى بالنسبة ل الماوس وهخلي بقى ايه? هيخلي اكبر يعني اقل حجم خمسين واكبر حجم مية وعشرية. تمام? وبعد كده طبعا في كل مثل هعمل درو. هنضع درو هي ترسمها له الكلام ده كل. بس كده. تمام? فتعال بقى نشوف. اهو اده الصورة الاولية هي. تمام? طبعا الاعين باللون الاحمر واده الانف باللون الازرق اهيات. واده الفم بمية وعشرين وتمام كده. تمام? اده الصورة الاطفال. تمام? طبعا ما تعرفش على كل حاجة. يعني شوف البنت اللي على اليمين ديها. طبعا يعني ايه? اتعرف على كل حاجة فيها عشان هو طبعا ايه? وشيها ومواجه للكامرا بالزبط. تمام? وطبعا لو انت جب بصوتها ووريها لك دلوقتي. الهاركاستيت اسمه فرونتال فاس. يعني او. يعني حاجة في الامامي. يعني واجه امامي. تمام? فبالتالة هو هيشتغل احسن حاجة. لما انت مسلا يبقى الواجه مقابل للواجه الكاميرا بالزبط. وعشان كده يعني لو لو حس في اول الفيديو في الانترو بتاع الفيديو. تمام? هتلاقي ان الواجه بتاعي دايما يعني بيتعرف عليه يعني بشكل كويس جدا. يعني يعني ايه دكة يعني انه اعتبر كويس. عشان واجه دايما مواجه للواجه الكاميرا او مواجه للكاميرا دايما. تمام? انما هنا الاطفال يعني مسلا ايه? مش مواجه بالزبط او يعني في مسلا واحدة منزلها والشال تحت شوية واحدة جايب جنب شوية. وهكزا يعني. تمام? فعشان كده. وطبعا البرامتر ازايات تتكلمنا عنها قبل كده دابعا انت لازم تغيرها. يعني انا فضلت اعدل بردك شوية لحد ما حصلت على نتيجة معين. او نتيجة كويسة يعني مرضية. تمام? انت تقعد بردك تغيرها وتلعبها كده بحيس انت ايه? تحوي انت تحسن منه. تمام? ويا ريت بقى لو تعرف تعمل تراك بار. تراك بار. احنا تكلمنا على تراك بار في الكورس الاولاني اللي هو اوبن سيفيل مبتدئ ايه? تمام? لو يا ريت لو تعمل تراك بار بقى لكل خاصية من دولات. وتقعد تلعب بقى وتحرك في كل واحدة من ديت وتشوف من احسن واحدة. واحسن قيمة لكل حاجة. ده هيبقى تدريب جميل جدا. انا ونصحك انت تعمله. تمام? بس. طبعا بقى لو انت جب بصيت فاقول الكود احنا يعني عملنا امبورت الحاجة الغريبة كده. ميك فيديوز زود هول فيس وايه الكلام ده كله. بص يا سيد. انا عملت هنا. فولدر جريد اسمه ميك فيديوز. تمام? الفولدر ده هيبقى فيه يعبار عن يعني شوية حاجات كده يعني اسكريبته او ما استخدمته عشان نعمل انترو بتاعة كل فيديو. تمام? فالانترو اللي انا عملت الكود اللي انا استخدمته عشان نعمل انترو بتاع الفيديو بتاعة النهاردة. تمام? اهو هو ده الكود ده. تمام? فانا هسيبه لك بردك بحيس انت تبص عليه والكلام ده كله. تمام? ثاني حاجة انا عملت حاجة اسمها whole face. whole face دي عبارة عن ايه? عبارة عن اه يعني فيه مجموعة من الكلاسز. ماشي؟ كلاس الاولان اللي هو كلاسه التاني اللي هو عبارة عن وال 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 والكلام ده كل. تمام؟ دي طبعا انا هستخدمه بحيث بتلا لما انا يعني ايه ان شاء الله يعني في الفيديوهات الجاية نستخدم برضك الحاجات دي كتير. تمام احتاج ان انا تعرف على الوجه واحتاج انا تعرف على الفم والكلام ده كل. تمام؟ فمش كل مرة هقعد اكتب البتاع ده كل. تمام؟ فانا عملت ايه انا عملت كلاسات? ماشي بحيس ان اقدر انادي عليها. تمام? وبالتالي ادي لها الصورة وهي ترجع لي الكلام ده كله. تمام? هو تقريبا الكود يعني نفس الكلام ما فيش اي تغيير ولا حاجة والكود سهل ان شاء الله انا حاولت ابسطها لقد ما اقدر. تمام? فانا عايزك بس تبقى تبص عليه. ولو في اي حاجة مش فاهمة اعمل لي كومنت او اكلمنا على السوشيال ميديا او اي حاجة. فحاول اوضحه لك ان شاء الله بس هو ان شاء الله يعني الكود سهل وبسيط خامس. تمام? ونفس الكلام اللي احنا استخدمناه في اللي هي السكريبت العادي ده. تمام? بس كده و تعال حتى نجرب كده مسلا. تعال نعمل كومنت للجزء ده. اهو. ادى الجزء اهو. استخدام اهو. انا هستخدمها. هندعا الفيس دي تكتور و اديله الاكس اي اي الل بتاعه. والاي ولنز والماوس نفس الكلام. تمام? وبعدك هنه هنهدع اله تمام هتديله الامج وفي حاجة اسمها ريتيرن ار او اي دي معناها ايه معناها ان انا عايز ارجع او الار او اي بتاع كل مستطيل انت تعرفت عليه وبالتالي هو هيوفر علينا الجزء ده اللي هو السطر ده تمام ده هيوفر علينا الجزء ده تمام فهو يدينا ديت هترجع لنا الفيسيس وهيرجع لنا الار او اي تمام وبعدك الكل ار او اي بقى هنا تمام هتديها مين لدي تيكت ايز ودي تيكت نوز ودي تيكت ماوس وهو بقى يقدر يتعرف لنا على كل واحد وطبعا امي دي دو درو دي هيرسم لنا بقى الاجزاء ديت على الصورة بتاعتي بس وفي الاخر خلص هارض الصورة بتاعتي بقى تمام بس كده فتعال كده نشوفها هو طبعا ايه انا قلت لك البرامترز اللي احنا استخدمناها يعني البرامتر اللي انا باستخدمها في هول فيسيس ديت مختلف عن البرامتر اللي موجودة في الاسكريبت اللي احنا شغلناه عليه دلوقت اللي هو الاسكريبت ده تمام وبالتالي مش هتديك نفس النتائج تمام يعني طبع شوف سبحان الله يعني هنا الصورة هنا يعني اتعرف على العين وتعرف على الانف وتعرف على الفم فهو مش شرط انه هيديك نفس النتائجة طبعا البرامترز كل ما بتقيرها كل ما بتديك نتائج تانية تمام فهو مشكلةقة هي بس نحول نحلها إن شاء الله بعدين حفيśnie نتائج تمام بس كده يا شباب فإن شاء الله في الفيديو الجاي بقى هنعرف ازاي نعمل بتاعنا تمام ثم pieds يا رب يكون الفيديو دا اعجابكم واسمبقتكم مني واردتش للباس المشركتش معنا في القناة انزل تحت وثيرك بالفعل الجرس والعقبك الفيديو اليديت تعمل للاقتشار مع صحبك واشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله والله سلام عليكم